قبل أيام من انطلاق عاصفة الحزم لإنقاذ اليمن تحدث جمال بن عمر خلال جلسة مجلس الأمن الأحداث التي تمر بها اليمن يبدو أنها تدفع البلاد بعيدا عن تسوية سلمية وتتجه بها إلى حافة حرب أهلية وفي تقريره الأممي بعد نهاية المرحلة الأولى من إعادة الشرعية إلى اليمن خرج الموفد الدولي جمال بن عمر برأي منقظ خلال الشهرين الذين سبق الحملة العسكرية التي انطلقت في 26 مارس يسترت بالنيابة عن الأمم العام أكثر من 60 جلسة حوارية ونحو 150 لقاء تنائيا ومتعدد الأطراف وقد نجحت هذه الجهود في تقريب وجهات نظر الفرقاء بشكل كبير بعد حديثه الأخير بدقائق انطلق اليمنيون ليعلنوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأن بن عمر يكثب وتحدث المندوب اليمني في الأمم المتحدة ليرد أيضا بقوله يكرر نفس التصريحات التي أطلقها يوم أمس في الولد ستريت جورنل والتي تحدث فيها بطريقة نستهجنه تماما أنه كان قابق أوصينه أدنى من التواصل إلى اتفاق وأن الأطراف كانت بصدد التواصل الاتفاق وأنه كان بصدد الانتصار والنجاح لم يخرج الموفد الدولي السابق جمال بن عمر بنتيجة واحدة إيجابية طوال مشواره في اليمن أنصار الشرعية اتهموه بشرعنة توجه الإنقلابيين لسيطرة على اليمن بقيادة المخلوع علي عبدالله الصالح وميليشيات الحوثي علاقة بن عمر بالحوثيين ظهرت إيجابية في مشاهد عدة عبر لقاءات كان منها ما أعلن عنه ومنها ما هو خلف الأضواء نهاية مرحلة جمال بن عمر لاقت صدا إيجابيا في اليمن في انتظار أن يقدم الموفد الدولي الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد ما غاب عن سلفه في دعم الشرعية أمام الإنقلابيين محمد اليوسي العربية